أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم يراها الشيخ الشاطري والله أنا في فترة الأخيرة صرت أؤيد طريقة الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم اللي هو إمام الحرم النبوي رأيتها رائعة وجيدة جداً وفي منهجية لها يعني هو يقول أنك تكرر مثلاً أضرب لك مثال بسورة الجمعة مثلاً فأنت تأخذ الآية الأولى مثلاً يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم تكررها عشرين مرة وأنا قلت خليها واحد وعشرين مرة تكررها كأنك تكرر هذه الآية ثم تنتقل إلى الآية الثانية تكررها واحد وعشرين مرة ثم الآية الثالثة واحد وعشرين مرة ثم الآية الرابعة واحد وعشرين مرة ستصل إلى منتصف الصفحة ثم تقرأ منتصف الصفحة العلوي كاملاً واحد وعشرين مرة فأولا كل آية لوحدها ثم تقرأ كل الآيات مع بعض 21 مرة حتى تربط بين الآيات ثم تنتقل إلى النصف الثاني فتقرأ الآية الخامسة 21 مرة الآية السادسة 21 مرة الآية السابعة 21 مرة الآية الثامنة 21 مرة تتهي الصفحة فبعدها من خمسة إلى ثمانية تقرأهم 21 مرة ثم تقرأ الصفحة كاملة 21 مرة فيكون كم كررت الآيات اللي في هذه الصفحة ها يا شيخنا كم نحسبها حين 63 مرة كل آية يعني حفظك لصفحة واحدة يعادل من قراءة أكثر من ثلاثة أجزاء أيوة طبعا وبإمكان قد تكون قدرات الناس تفاوت ممكن الإنسان يجرب يخليها أولا خمسة مرات أو عشرة مرات لكن ملاحظ أن الإنسان كلما زاد في التكرار كلما ثبت الحفظ أكثر للمدى البعيد قبل التكرار يا شيخنا الحبيب في نقطة مهمة أولا النية النية التي تبعثك لحفظ هذا القرآن الكريم يعني ابن عباس ذكر ذكروا الإمام النووي في كتاب التبيان في أدابة القرآن كلام اللي من عباس يقول إنما يعطى الناس أو إنما يعطى الرجل على قدر نيته فالله يعطيك من التوفيق والتيسير ويسهل لك الأمر على حسب ما في قلبك من صدق النية بذلك الله عز وجل أنا دائما تعجبني هذه الآية إن يعلم الله في قلوبكم شوف إن يعلم الله مش الناس إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وجاءت خيرا حتى مفتوحا الدلالة على أن الخير الذي يأتي من عند الله مفتوح غير محدود ممدود أبد الأبدين لأنه موصول بالله سبحانه وتعالى وخيره لا ينتهي فأنت يعني أولا أحسن النية ولا يهمك أن يقال فلان حافظ أو يقال كذا وإنما نيتك أن يكرمك الله بهذا الكتاب وأن يكون هو سبيل هداية ومنهج حياة لك في الحياة فأنا تريد أن تحفظه لأنك تريد أن تعلم ما هو كلام الله لك يعني ما هو رسالة الله لك فالإنسان عندما لا يحفظه شيء من القرآن الكريم لا يعلم ما في هذا الكتاب من الخير أنا عندما أقول لك هذا الكتاب في خير كثير وأمدح لك يا لك أنك أنت ما قرأته ولم تطلع عليه فما تعلم ما فيه من الخير ولا ما فيه من الهدى ولا ما فيه من الشفاء فأنت تريد لا عندما تحفظ أنت تحفظ لتطبق لتعلم رسالة الله لك لتعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى وبذلك يفتح الله لك كثير من الآفاق الأمر الثاني هي قضية الاستعانة بالله سبحانه وتعالى قبل هذه قاعدة يا شيخنا الكريم قبل أن تبدأ أي عمل استعن بالله عز وجل عليه قل يا رب اللهم إني أستعين بك على حفظ كتابك فأعني يا الله قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروك فأنت أولا تستعين بالله سبحانه وتعالى يسهل لك العسير يسهل لك الحفظ يكرمك الله عز وجل يعني يدلك على أصوب وأسد الطرق لحفظ القرآن الكريم لك أنت فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى وبعد الاستعانة يأتي الصبر وعدم الضجر وعدم الاستعجال فأنت تستعين بالله